أيها الأحباب الكرام سعداء بهذا اللقاء المتجدد ومع هذا الافتتاح الجديد لإذاعتكم ميد راديو ويواكب هذا أن أهل علينا شهر ربيع الأول شهر ربيع الأول الذي فيه مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر منه وإن شاء الله تعالى سوف نقيم الكثير من الدروس ومن اللقاءات نتعرف من خلالها عن صفحات مشرقة من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يهل علينا شهر ربيع الأول بالخيرات وبالبركات وأن تعم علينا اليمن والإيمان والسلم والسلام وأول ما نبدأ به من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن أحسن طريقة للاحتفاء بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نغرس محبته في قلوبنا وأيضا نتوسع في معرفة سنته المطهرة نبدأ بأول كلام كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته حديث شهير صدر به العلماء كتبهم من بينهم الإمام البخاري في جامعه الصحيح والحديث رواه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث يتحدث عن النية وعن الإخلاص في القول والعمل وهو أصل عظيم من أصول الدين لأن النية هي مرتبطة بالأعمال الباطنة فقد يقوم الإنسان بعمل صالح ولكنه يفسد نيته فيذهب عنه الأجر والتواب لا يأخذ لا أجرا ولا ثواب فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا نتقن النية والإخلاص فقد قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا الحديث يسمى حديث مهاجر أم قيس والسبب أنه لما كانت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الصحابة هاجروا بنية صادقة هاجروا لأن الله تعالى أمرهم بالهجرة وأرادوا أن يحافظوا على هذا الدين بل وضحوا بأموالهم وبذورهم وممتلكاتهم وأهلهم وأحبابهم لكن وحد الرجول يسمى مهاجر أم قيس هذا الرجول هاجر مع المهاجرين ولكن ما عنده نية للحفاظ على الدين فقط هو كان مغرما بمرأة كان قلبه متعلق بها وبغير زوج بها وهي هاجرت مع المؤمنات واحتهوا اتبعهم لهذا الغرض ليس لأجل الدين وإنما ليلتقي بتلك المرأة التي كان مغرما بها فهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا ما يسمى بتحقيق النية والنية كان عرفها في علماء النفس كي اسمه هي الإرادة أو كي اسمه هي القصد ومن ثم قالوا العلماء قالوا واحدة القاعدة فقهية الأمور بمقاصدها الإنسان من كده عمال كنتشوفه اشنا هو القصد من وراء العمل وشع الدنيا حسنا ولا ربما عنده أغراض دنيوية أراد أن يحصل عليها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يغرس في صحابته أنهم يصححون نيتهم مرة أبو موسى الأشعري قال له يا رسول الله قال له الرجل جواحد الأعرابي وقال له يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا مقاتلين مجاهدين ولكن نية مختلفة كي اللي خرج من أجل المغنم عارف بأن الفئة المسلمة غد انتصر وغد يفوز بالمغانم وكي اللي مشل الجهاد وهو للذكر يعني لكي يقال بأن بني فلان قد شارك في الغزوة وفعل كده وكده ومنهم من يقاتل ليرى مكانه كان عنده مكان ضعيف بغيبين للناس بأنه قوي وشجع فسيدنا النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم العمل المقبول من هؤلاء كلهم اللي كانت تعدوا النية الصحيحة وشنية النية الصحيحة أنك تكدر العمل في سبيل الله في سبيل الله أما من درش عمل في غير سبيل الله فهو عمله باطل لهذا ربنا عز وجل يحكي لنا يوم القيامة من اللي غد يوزع الجوائز على العباد وحد الفئة غد يقولوا يا رسول الله ويا رب العالمين نحن كن نديرو كذا وكذا في نيل الجزاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا لماذا لأنهم لم يكونوا يقومون بهذا العمل من أجل الله تعالى ولوجه الله وفي سبيل الله وإنما رياء وحبا للسمعة حال بعض الناس مثلا كنوا يصلي المنافقون كانوا معروفين في صلاتهم كانوا يصلي مع الجماعة المسلمين ولكن ما جيينش للصلاة لوجه الله غير ليقال بأنهم غير تاركي الصلاة وربي وصفهم فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني درياء يعني أكس النية الصحيحة هو الرياء ولكن درياء للأسف شديد فإنه يبطل عمل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأن لدرس عمل صالح وقارنه بنية صادقة حتى ولو عجز عن تحصيل هذا العمل حتى ولو أنه لم يحقق هذا العمل فالله تعالى قد يعطيه الأجر والتواب كامل يلحقه بمن عمل في الأجر والتواب وهذا نقرأه في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركهم الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الإنسان إذا وقعت له بعض الموانع وهو يريد أن يفعل الخير لكن وقعت له موانع إما مراد وإما وفاة وإما فوت فرصة فرب عز وجلك اكتب للأجر والتواب كامل بل إذا هم العبد بالخير هم به بالني الصادقة ثم لم يقدر أن ينجزه كوتيب له الأجر والتواب حسب همته ونيته الحسنة يكتب له الأجر كاملا غير ناقص واحتقل العلماء أن الإنسان ربما قد ينام وينوي من نومه أنه يرتاح باش نود يعمل ويخدم هذا النوم صار عبادة أو أراد أن يأكل طعام لذيذ شهيد باش يتقوى بي على عبادة الله هذا الطعام يعد احتوى فيه أجر وتواب بل أراد أن يسافر للاستجمام ليريح نفسه من عناء العمل باش يجدد الطاقة دياله يعود يخدم بقوة هذا الصفار دياله ودهك المتعدين في المباحات احتهي كتعود أجر وتواب وهذا كله من فضل الله وجلال الله على عباده المؤمنين هناك القوة وحد الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ومن كانت يجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها لماذا ذكر المرأة هنا كان يكفي قل من هاجر من أجل الدنيا دنيا كثيرة علش بالضبط قال لنا أو امرأة ينكيحها هو يشير هنا إلى مهاجر أم قيس ولكن أيضا بشيبي لنا بأن معظم الفتن اللي يوقع فيها الناس ربما قد يكون بسبب متاعه للمرأة لأن المرأة الصالحة قد تكون حمد الله كلها خير وكلها باركة والمرأة اللي غير صالحة قد تكون سببا في فتنة الرجل لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء المرأة إلا كانت زوجة صالحة على سنة الله ورسوله قد تكون كلها باركة وقد تكون كلها خير وقد تكون كلها عطاء من الله أما إلك الإنسان يلهت وراء جمال النساء ويبحث عن فتنتهن فإن ذلك والعياد بالله يكون سببا في إلحاق الضرر به ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء فهذا مهاجر أم قيس هاجر وترك بلاده ليس من أجل الدين وإنما لأن قلبه كان متعلق بتلك المرأة نختم أيها الأحباب الكرام هذه الموعدة القصيرة بسؤال قد يقول قائل أنا أريد أن أصحح النية كيف أجعل نيتي صحيحة باش الأعمال دي اللي تكون كلها مقبولة عند الله النية باش تكون صادقة لابد أن نعلقها بالإخلاص خاصة معها الإخلاص والإخلاص متعلق بالتوحيد فالإنسان دائما يستحضر بأن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وخحنا مسؤول على أعمالنا ولكن الله معنا في كل ساق غيرة وكبيرة ربنا حاضر معنا في النوم وفي اليقظة في الدهاب وفي الإياب في الحركة وفي السكون في كل وقت وحين الله معنا كتشعر بوجود الله معك ثم كتوحد الحق سبحانه وتعالى بماذا أنك تكثر من كلمة التوحيد اللي يبغى يقع عليه هذا اليقين يكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وهكذا يقولها عشر مرات مئة مرة أو أكثر أو أقل حسب قدرته كل ما قلتها بإخلاص مش يعني باللسان قولها بالقلب وبالجوارح وبالإحساس ستشعر بأنك تأخذ جرعات ديال الإخلاص وديال التوحيد وبالتالي ستكون لديك صادقة كمثال مثلا ماذا هو التوحيد والإخلاص أنت وحد المواطن أردت أن تقضي وحد المصلحة مشيت دائرة حكومية أو وزارة أو مؤسسة دائرة حكومية فيها طوابخ كثيرة وفيها مكاتب كثيرة فيها موظفين كتر بزاف ديال الموظفين ولكن المشكلة اللي عندك ما غضي حلها إلا المدير العام والمدير العام كي في الطابق الفوقاني وانت غا تبقى غير الدورة مما وسط هذوق الموظفين غا يدوك من المكتب المكتب فأنت على من غتقلب في الأصل لأن التوقيع بالموافقة على طلبك لن يفعله إلا المدير العام فسوف يكون طموحك أنك هذك الملف ديالك أو دك طلب ديالك يوصل عند المدير العام هو قصدك هذا غا في الدنيا كذلك في الدين أن الإنسان إلا يبغى أي حاجة سيطلبها من صاحب الأمر من الله جل جلاله الأمر كله بيد الله وحده حياتك بيد الله رزقك بيد الله سعادتك بيد الله قضاء مصالحك بيد الله فإذا الإنسان دخل هذا المبادئ إلى قلبه وفكره أول حاجة قد يشعر بلدة الإيمان وبحلاوة التدين ثم غدلق بأن حاجة مقضية ونشوف بأن رأيت مرفوعة وكلمت مسموعة ورزقه متصيل غير منقطع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نوائياكم لما يحبه ويرضاه أحبابنا الكرام سوف نفتح الخطوط دينا الهاتفية للتواصل معكم والإجابة على الأسئلة الفقهية من الكتاب والسنة والمقاصد العليا للشريعة الأرقام ديناك العادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام ونجدد الترحاب ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم نبدأها من أسفي معنا سياسين السلام عليكم ستاير دكتور قريبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله مولاي بارك الله وفيكم جزاك الله الفخير الله يجزاك بالخير لما قتليك الله حفظت لك أنشي واحد من أهل الخير بدكم تقبل ثلاثة قريبا الله يجزاك بالخير الله الحمد للوائدين بقى إن شاء الله سياسين إن شاء الله مولاي بإذن شاء الله بإذن شاء الله الله الحمد للوائدين دي ما كان صنع مجرد قولها لك ولكن ما صنعه كان صنع عيط لي الله الحمد للوائدين فإن الله يجدك بخير عننا خير الجسد وخمولي بإذننا سياسين عيط للوائدين عيط للوائدين وخمولي بإذننا سياسين سياسين هو طالب مكفوف من مدينة أسفي حصل على البكالورية هذه السنة أبغي كمل الدراسة دياله في الجامعة في كولية الشريعة إما بفاس وإما بأقادير أو إما في شعبة العلوم الإسلامية بالرباط وكالمشكلة عنده هو أنه يقلب على الحي الجامعي لكن السن دياله ما يسمحش القانون هو أن الليفة 26 سنة لا يقبل في الحي الجامعي هو سنه فاقل 26 سنة وتعبر عليه أنه يسكن في الحي الجامعي وتعبر عليه أنه يكتري وكانك يبحث على شيء مساعدة شيء شخص في الرباط يقدر ربما يتساعد مع فشدة السكنا أو في شيء من هذا القبيل باش يقدر بغاية أنه يتسجل في الحي الجامعي أو أنه يلقى شيء وسيلة من وسائل السكن باش يكمل الدراسة دياله في الجامعة فنطلب الله سبحانه وتعالى يفتحلك باب من أبواب التسير وربما السادة المستمعين اللي بغاية تواصل مع ياسين راه هو منضوي في قناة أمل للمكفوفين غادي يكتب على اليوتيوب قناة أمل للمكفوفين وغادي القتم مسيّل قناة سي جواد اللي هو المسؤول عن المكفوفين في المغرب الشباب والشابات وغادي يقول لي عافك أعطينا الرقم ديالسي ياسين وغادي تواصل معه مباشرة أسأل الله تعالى أن يبارك في أهل الخير وكما سلف الذكر أن نداء موجه لأهل الإحسان كي إن واحد العدد ديالناس كيدروا العمل للبر والإحسان إما ببناء المساجد وإما ببناء المستشفيات كنعود نقول لهم يعني أن من بين أهم المسائل اللي ممكن ساهموا فيها في الإحسان هو بناء دور للطلبة والطالبات لأن الطلبة والطالبات لهم الأفاقيين يجو من بعيد من المدن الصغرى أو من القرى أو من البوادي بعد البكالوريا كي لقى الصعوبة كبيرة أنه يتابع الدراسة في الجامعة لأن الأحياء الجامعية موجودة إلا أن المقاعد محدودة وكيبقى عدد منهم كي لقى الصعوبة أنه يكتري كي يشعر بالغربة وغسوكري والكراغالي وغدير في الأخر ما كيكملش الدراسة وينقاطع عن الدراسة فمن بين أهم الأعمال ديال البر وديل الإحسان خصوصا الناس اللي كي بغيروا البر والإحسان بالزكاوات ديالهم يعني انتبهوا إلى بناء دور للطلبة والطالبات يقدروا تجمعوا أربعة خمسة عشرة ديال الناس مرة حضرت لواحد سيدها كذا دار دار هافل شي وجمع أصحابه كلهم كيشتغلوا في أعمال أعمال شركات وقال لهم هذه السنة غندروا جمعوا زكاواتنا كلنا وغندروا بها واحد العمل واحد اللي غد يعود بالنفع على الجميع وفعلا جمعوا ديالباركة كلها واقتنوا واحد الأرض ودروا واحد البناية ووزعوها على من يستحقها من الناس هذا كانت بناية سكانية واحد الحية عشوائي وعطاهم سكان ملكهم سكان قال لهم دار ماشي ديال الدولة وماشي ديال نحن هذا مان الله وعطاوه لهم الله يربحهم وهكذا فكرة ممكن الإنسان يديرها ببناء حي جامعي أو دار طالبة لكي يستفيد منها أبناء الشعب الضعافة الفقراء هي الدولة كتقوم بواحد المجهود في واحد المجال ولكن يبقى غير غير كافي ونخص المساهمة ديال المجتمع المدني وديال أبناء الشعب أسأل الله تعالى السياسين أن يفتح لك باب التيسير والفرج في القريب العجل اللهم أمين يا ربي كريم نتحول إلى إقليم سلا معنا للا الحسنية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك الشريفية فرحانة بزات عمتي تنظر هنا وغيرك أن تحكيه بوحدة وفرحانة حيث تغندوي معك اللهم لك الحمد الله يفرحك وضفه لجنة يا رب وأمنيت أستاذ هاد عام إن شاء الله غادي نمشي الحج أمنيت نطلاقك أمنيت أستاذ نطلاقك يا ربي يا كريم ولكن غادي المجهود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتلقى هناك اللي بغوا يتلقعوا في الحج طريقة بسيطة جدا كتكون تغادي وخذ الإزدحام كتقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير واحد مرة كنت في الديار المقدسة وكنقلب على واحد سيد والتالي فول ما كيشد شو بكيت نقلب عليه ملقيتوش وحنا فوق جبل عرافة وكنقل هذه الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير كنقل فوق عودة وننخلف واحد سيد كنتسمح لي يا أخويا ونلقى هو اللي كنقلب عليه فضل الله كبير الحمد لله فأنا أمني تنطلقك هناك إن شاء الله الله يخليك نور طولنا عمرك وشكرا جزء على الإداءة لجمعنا كنا الله يجزيكم بخير ويعطيكم ستر باركة الله وفيتها لله الله يخليك أستاذ عندي لك واحد الأمانات في واحد الميمة دي الله يطول لها العمر دعي معها نسيكينكي وجعوها الرجلين والولد دي الله يرحمو في هذا النار ورحم جميع المسلمين ودفك بالباركة وخليك لنا واحد أختين سكينة مازال ما تجوجتش وكتنطف في الجوش تنليل وكتصلي وتطلب الله وتبارك الله النواء في المرأة مو منة ولكن سكينة أمنيتها يا بنيتها تجوج الله يحمي الوالدين لنا مجلون عهدتها يا ربي يا ربي أخوتي الغاربة يعطيهم يقولوا أمين الله يفهل على البنير بغيت غير مهمت تفرح يا رحمة يا رحمة بغيت غير ومهمت تفرح وتكون تايا فرحانة بنيتها والله يسهل على كل الله يسهل على كل ومس لم تفشك يتمنى في هذا هذه غير أنا لوصفها لك وشكرا بالزاف والله بارك الله وفيك سيدي شكرا شكرا لك للحسانية والله يحفظ لك المهمة ويشافيها ويعافيها بخصوص الركيبات والمفاصيل هو طبيعي الإنسان لما يكبر وكيوصل لواحد سن معين كيبدالجسم ديالنا غادي يتناقص هذه سنة الله في الوجود ولكن احنا كنحاول ما أمكن أننا نستدرك ما يمكن استدركه من بين الأمور في العلاج ديال المفاصيل هو أن الإنسان لا قدر يدير الحجامة الحجامة في الركبة حتى واحد العداد ديالناس اللي عندهم الأمراض الركابي والمفاصيل يقلب على الدواء ويقول المشكلة دياله أنا غير واحد العروق اللي هما وحلى تبوشه خصمت نفسه وأحسن طريقة كنستعملوها هي أنه كيدل الحجامة إلا كان السين دياله يسمح كيدل الحجامة في الركبة دياله وسبحان الله العظيم يشفى واحد العادات ديالناس كنعرفهم عندهم هكذا ديال الأعراض ودال الحجامة وسبحان الله ربي كيشافي وعافي وكينا مسألة تانية بشا ربي شافي لنا الركيبات وتعود الحمد لله وهي أنك كتقصد بهم الأعمال ديال البر أولوها كان ديال صيلة الرحم شو واحد من العائلة ولا من الأحباب اللي هو يبعد مش لعنده بأقدامي ونوي بأنني أصيد الرحم وغادي بالأقدام غادي بالأقدام اليوم وغدا كنمشي عند هذا وغدا عند الأخر دي معي هدية السرور سبحان الله العظيم ديالك الركيبات كيتحلو رجلات كيتحلو وخصوصا الإنسان الخطأي للمساجد كيتم غادي الخطأي للمساجد دي من غادي للجامع كيتم عن نداء وخنت مرض قد قرغن قاوم اليوم وغدا اليوم وغدا حتى كيتحل هذا العقدة اللي عندك في الركيب ديالك واللي يلقى صعوبة كيقرأ فيها آيات قرآنية ما جاء في سورة البقرة عن سيدنا العزير عليه السلام اللي هو النبي من أنبياء بني إسرائيل واللي هو أماته الله مئة عام مئة عام مات ومن البدحية الله تعالى عقيدة للبعث والنشور كان لكسا عن الناس أقول لك اشكو بأنك هناك للبعث والنشور قال ودغر خرافة احنا كان حياو أملي كان موتوا كان دخلوا إلى عالم العدم وتنتهي القصة فربي عز وجل قال لهم لا ره بعد الموت هناك حياة أخرى أبدية لكن بني إسرائيل ما آمنوش فربي عز وجل اجعل نبي من أنبيائهم يقبض روحه ثم يبعثه من جديد وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الشاهد عندنا هو قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة قالوا بعض العلماء أن الإنسان اللي عنده هذا الركاب يضرينه كيوضع الدوليمنى على الركبة وكيقره هذه الأية ويتبرك بها طبعا القرآن الكريم هو أنزل للتشريع ولبيان الأحكام ولبيان المقاصد ولكن أيضا القرآن الكريم كله بركات وكله خيرات وكله أنوار فأسأل الله لعلي القدير لأن الحسنية الله يشاف المميمة اللهم تعالى يجبر عظمها ويقوي الشكيمة ديالها ويمتعى بالصحة والعافية والأخت الفاضلة أسأل الله تعالى أن يسعد قلبها بابنتها يا ربي هذه البنية الشابة اللهم أزل عنها الموانع اللهم أذهب عنها العكوسات ورزقها القبول والفتح المبين واختر لها من عندك زوجا صالحا مصلحا طيبا مباركا مرضيا مهدية اللهم عجل لهم بالأفراح والمصرات قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي كريم أحبابنا في الله دوما حصة اليوم هي خاصة بالنفضل أن تكون بالفتاوى حول بيان الحلال والحرام وبيان السنن النبوية الشريفة والأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وبالنسبة للقضايا العامة نتيلها إن شاء الله في الحلقات الليلية في برنامج كلام طيب الذي يكون تقريبا يوميا الثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة في المساء وإن شاء الله سنكون كلنا آذان صاغية وقلوب وعية برنامج هذا الموسم الجديد يكون إن شاء الله تعالى موسم الخيرات وموسم البركات موسم نتفقه فيه في الدين ونتكون بإذن الله تعالى برنامج راديو تصبح أكاديمية أكاديمية في جميع المعارف في كل المعلومات في الصحة في القانون في شؤون الدين في شؤون النفس في كل القضايا بإذن الله تعالى هنحر بعض المكلمات اللي معنا هنمشيول والمس معنا السيمس طفا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله برفك مولاي الله إذا كانت منها أمين يا ربي يا كاريم الله أمين أمين يا ربي يا كريم الله أمين 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 compleي الله أمين مولاي مرحبا. انا في المسل الزبافة من اتبري الميلة واش ممكنش يصلي مع الزوجة ديارو. الدين معه الصلاة. ايا. والسؤال التاني دا سمحتي اديك زاقورة ولا دي كلامانة لكي هزو شي بعضين واشي يحرم ولا حلال. اشتي هزو سيدي ما فهمش السؤال دي الزاقورة. انا دي كلامانة دي الفلوس لكي هزو من الضانكا واديك زاقورة واشي يحرم ولا حلال. واخا اخويا بإذن الله. وعندي واحد تار فيلا سمحتي السيدة دا بليدات. ايا. وبغت زوجة لخ ديالها. ايا. كين يصح بيه وضريفه وسمناه صالة جوج بيها يا اربي. عطيوها النماتي وقلناكهم يا اربي. واخا اخويا مصطفى بإذن الله. وضريفه كي يصلي وما تحتاجها من السيدة دا. بارك الله فيك سمسطفى. واربي فرحكم. شكرا لك اخويا بارك الله فيك. الله يطول عمرك اخويا. جزاك ترح السؤال. الرجل هل يصلي مع زوجته. هو المفروض ان كل واحد من الرجال يصلي في المسجد. صلوات الخمس فارضها الله تعالى ان تكون في المسجد. الا من تعذر عليه. وبغي يصلي في البيت دياله. جميل جدا انه يصلي مع زوجته. يتقدمه الى الامام والزوجة خلفه بخطوة الى الوراء. واحيانا ممكن انه يجمع اهل بيته. بعد مرات قد يتخلف عن الصلاة في المسجد مع الجماعة. بش يربي اهله واولاده. كي يجمع الزوجات. وكي يجمع الوليدات والبنيات. وكي يصلي وخلفه. وكي يصلي هو بهم امام. الى بغى الوليد الامر. الوالد. بغى بغى يربي الاولاد دياله. والزوجة دياله. على الصلاة. لان احيانا قد تشرح للاولاد. كيف نصلي وكيف نركع ونسجد. ولكن نظريا الى كان تطبيقيا يكون افضل. مرة مرة نصلي بهم صلاة الجماعة في البيت. هذا لا مانع. وخصوصا متى يصلي الرجل مع زوجته. هدي ايواضب عليها. هو قيام الليل. قيام الليل والناس نيام. يقوم فيصلي معها ركعتين او اربعة او ستة او حلا احساب قدرته. غادي كثى واحد الاجر والتواب عظيم. وهدي واحد الاتر اللي بغى العلاقة ديال المودة والرحمة والمحبة تكون وطيدة بينه وبين زوجته. وعمر ابليس ما يقرب للدائرة ديالهم. هي ان احسن طريقة هي هدي. اش هم مرة كالقى بعض الازواج متخاصمين. وقفنا الطلاق. كتقول لهم شوفوا. انا غن نكمل معكم الاجراءات. بلا قبل ما نشون المحكامة. قد دلوا معي واحد الاجراء واحد الايام معدودات. غتقوموا الليل. بجوجكم الرجل والمرأة. تقوموا غير ركعتين في الليلة. مع ثلاثة صبح. غتنضو تصل لوركعتين. غير غير هداء من نفسك شيئا ما. والراجل والامام. والمرأة هي خلفه. اقرأ بما تيسر بما تحفظ. ومن البدد غنشوفوا الشعطان نتبعوا لاجراءات في المحكامة ديال الطلاق. سبحان الله العظيم كتدوز غير ايام معدودات. من البدد كي يقول لك صافيحنا رات تفاهمنا ما عرفناش. لقينا راسنا بان انا غير كنا نبالغوا. وباتلهم المشكلة اللي كانت تعدهم كبيرة. بدأت تنضطر. ولت الحياة طيبة سهلة مباركة. اوكي تصالحوا الحمد لله. احسن طريقة. لتوطيط العلاقة الزوجية. هي يصلى الرجل مع مراته بقيام الليل. ولو غير ركعتين قبل الفجر. هو امامها وهي المأمومة. غتعد تحتارم وتقدروا لانه امامها. هو غير عود يعطف عليها. ويدي رفعينه لانها مأمومته. واربي دا الوحد سر في هذه العملية للعلاج بالازواج والزوجات. اما عن سؤال تاني. هذه القروض اللي كان نخضها من بعض الابنك. هو الانسان محتاج. انسان لك الفقير. يحتاج الى القرد. وربي قال لنا من دا الذي يقرض الله قردا حسنة. القرد ينبغي ان يكون قردا حسنة. ما هو القرد الحسن. هو الذي لا يجر منفعة. لا يجر منفعة. لك القرد يجر منفعة. غادي كون دك الساعة وقعنا في 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 الفائدة. وهي اللي قالوا فالعلماء ريبا المحرم. الانسان يلا قدر انه. انه يبعد من 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 هاد القروض اللي فيها. اللي فيها الفوائد. انك تجرع لمتائب كثيرة. والطريقة سهلة. وهو الغينة بالاستغناء. الغينة بالاستغناء. انسان كل ما استغنى عن الاشياء. بغي بديل طموبيل. بغي بديل بغطابل. بغي بديل لعت بديل الضار. يعني ما عندكش اقناع بما بمتى يصر. وعيش احتيج بالله تسير. هذا الغينة بالاستغناء. اما اذا كان الانسان مضطر. اذا كان مضطر. وملقاش شو واحد من المقربين يعطيه القرد الحسن بدون ثائدة. دي الساعة يكونوا في حكم المضطر. ربنا عز وجل يعلموا بانه غاية تقاه حالة الاضطرار. والعلمات تكلموا عليها اه قضايا الاضطرار. جفها الله ايا كبيرة واضحة. قال لنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لكان مضطر. وقال ليش قضية كبيرة وحارجة وخص المال. وملقاش اللي قرضو. ملقى الا بعض المؤسسات اللي كانت تتعامل بها الطريقة. قد يكون في حكم المضطر. وديك الساعة لا اثم عليه. الاتم اللي خايف منه. ربي قال لنا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لا اثم عليه. والحمد لله احنا في المغرب دينا. عدنا الديمقراطية والتعددية. وده بالان المؤسسات كتنفس في وضع العروض. وكينا عروض كثيرة. كينا مؤسسات كتدير صيغ مصرفية مختلفة. عدنا المشاركة. عدنا المناقصة. عدنا المرابحة. عدنا صيغ مصرفية كثيرة ومتعددة. وهذا في اطار التعددية في الاقتصاد. حل التعددية في السياسة. والتعددية في بعض الفنون تجارية. ايضا تعددية في الاقتصاد. وبالنسبة للقرض الحسن. هنا لو كانت الزكا عندنا منظمة. قريقة الانسان بانه يأخذ من مال الزكا. من قبل كان عندنا بيت المال. اللي تجمع فيه زكاوات الناس. وتعطى للفقراء والمحتاجين. وللمدين. المدين. انما الصدقات للفقراء والمساكين. الى قالوا والغارمين. الغارمين هو اللي عنده الدين. والانسان باش ربيع الزوجة اللي يغني من فضلو. وما يوصلش انه يورط نفسه في الديون. لان الدين هو هم بالليل وذل بالنهار. اللي عنده الدين كيشعر بالليل بالهم. ما كينعش. وبالنهار كيشعر بالذل. باش الانسان بعد من الدين. يغنيه المولى عز وجل. قالنا ربي كيف يغنينا. اول حاجة. قبل النوم دي ما نقرى صورة الواقعة. نقرى الواقعة. صورة الواقعة. اذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. نقرها باخلاص وبيقيم. هذا مفتاح من مفاتيح الرزق. كذلك بالنهار. نكتر من الاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. الحي القيوم. واتوب اليه. ربنا قال. فقلت استغفر ربكم. انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم باموال. ويمددكم باموال. راكين الخلاص معند الله تعالى بلا خدمة. ويمددكم باموال وبنين. ويجعل لكم جنات. ويجعل لكم انهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. غير هذه الامرين الاثنين. راعمرك ما تمددك. لان الله تعالى غيكتبك في سجل الاترياء الاغنياء. او على الاقل في سجل المستورين. اسأل الله تعالى ان يغنينا من فضله. وان يغنينا بكرامته. وان يحبب الينا الايمان. ويزينه في قلوبنا. ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ويجعلنا من عباده الراشدين. اللهم اهل علينا شهر ربيع الاول بالخير واليمني والبركات. اللهم اجعله فاتحة خير على الامة الاسلامية قاطبة. وعلى امير المؤمنين صاحب الجلال محمد السادس حفظه الله ورعاه. وعلى الشعب المغربي. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الشهر يكون بداية خير وفتحات وكرمات. اللهم ارزقنا محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان نستنى بسنته. وان نعمل باحكامه. اللهم ياد الجلال والاكرام. واسقنا شربة من حوض مائه. لا نضمأ بعدها ابدا. انك سميع قريب مجيب. وجعلنا معه يوم الدين. اللهم امين. قولوا جميعا امين. امين امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.